اشتركوا في القناة بابن شهاب هذا فإنكم لا تلقون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه هذه السنة وهي سنة العلماء وهي أن تدل على غيرك من أهل العلم ومن أهل الفقه مع أنها باتت عزيزة وقليلة في هذا الزمان ولكنها سنة ستبقى باقية ما بقي المنصفون من أهل العلم فهو لا يقول أنا فقط أو دل علي فقط لا فأهل العلم وطلبت العلم في كل زمان ومكان كثرة فعليكم إخواني في الله أن تحرصوا كل الحرص على تزكية العلماء لبعضهم البعض ومن هو هذا فهذه تزكية من عالم وأمير للمؤمنين وهو عمر بن عبد العزيز زكى من زكى بن شهاب زكى بن شهاب لا أحد أعلم بالسنة الماضية منه قد تجد من يعرف السنة ولكنك لن تجد مثله وهذا إخواني في الله بسبب عدم تقدير الناس للعلماء وعدم معرفة قيمتهم فنحن والحمد لله عندما وصلتنا هذه السنة لا تظن أنها وصلتنا على طبق من ذهب أو طبق من فضة فقبلك حتى وصلت لك السنة حصل ما حصل في أمة الإسلام من ذبح وقتل وتشريد وتنفير قال سمعت أيوب يقول ما رأيت أحدا أعلم من الزهري فقال له صخر بن جويرية وللحسن البصري هذا شيء قديم حديث عندما يذكر عالم فإذا بأحدهم يذكر عالما آخر يقابله لما هذه المقابلات هذا عالم وذاك آخر متكلم يقول هذا أعلم من رأيت اجتهاده تقول ولل حسن البصري وهكذا في هذا الزمان يشعر الطلب بعض الأشياء في النفوس بسبب مثل هذه الأسئلة فماذا أجاب ما قال ولل حسن البصري انظر عبارته قال ما رأيت أحدا أعلم من الزهري خلص أطلقت العبارة افهم كما تريد وقال العدني قال ابن عيينة كانوا يرون يوم مات الزهري أنه ليس أحد أعلم بالسنة منه لا يساعد الزهري دلني على أحد سد مكان الزهري وهكذا هو الحال نحن لا نريد كتاب نائم في البيت حضرتك ماذا أنا عالم ماذا تنتفع الأمة منك لا شيء ما الفائدة منك لا الزهري ليس أحد أعلم بالسنة في تعليمها وتطبيقها ونشرها من الزهري